موسيقى رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات وزير الإسكان يصدر واحداً واربعين قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة الصحة تعلن تسجيل أربعمائةٍ وتسع حالاتٍ إيجابيةٍ جديدة لفيروس كورونا وسبعٍ وثلاثين حالة وفاة تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على الأراضي خلال الفترة من الثامن من يوليو وحتى السابع والعشرين من يوليو الجاري وذلك في تقريرٍ تلقاه من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وشدد مدبولي على أن الدولة ستواصل التصدي بكل شدةٍ لكفة صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة مشدداً على ضرورة إزالتها بالكامل وتسوياتها بالأرض حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرةً أخرى في المستقبل وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الموجة السادسة عشرة للإزالات من على الأملاك الدولة شهدت خلال الفترة المشاري إليها إزالة ستة آلاف واربعمائةٍ وسبعٍ وثلاثين مخالفة بناء بالإضافة إلى إزالة الفين وسبعمائةٍ وإحدى وعشرين مخالفة لتعدٍ على الأراضي الزراعية وفي سياقٍ متصل أصدرت دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واحداً وأربعين قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقع على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود المدن حماية أملاك الهيئة والعبور وبني سوف الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأوضح الجزار أنه تم إصدار عشرين قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة والمتمثلة في التعدي بهقامة مباني مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضي بعدة مناطق وسبعة عشر قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضي بعدة مناطق بمدينة العبور نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأطحى المباركة وأوضحت وزارة الزراعة استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكفف على كافة الأسواق والمجازمة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمية مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 1066 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37 ألفاً وخمس وعشر حالة وأوضح الدكتور خالد بجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس لافتاً إلى وفاة 37 حالة جديدة أعلنت وزارة الداخلية منع انتظار المركبات بالطرق الكورنيش بجميع محافظات الجمهورية اعتباراً من صباح أول أيام عيد الأطحى المباركة من غد وسيتم رفع أي مركبة متواجدة بتلك الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها